سلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لعفيك كيف ما تعودتوا في كل يوم هنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعها اليوم باش نحكيوا على أن يباق العمومية بمنوبة تقول لك تم فتح بحث تحقيقي أثر خلع مقر حركة النهضة وبعثرة محتويته وأكدت صندس النويوي الناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الأحد تعرض مقر حركة النهضة إلى الخلع ونقلت وكيلة تونس فريقي للأنباء عن نويوي إشارتها إلى أن النياب العمومية بالمحكمة أذنت لأعوان فرقة الشرطة العطلية بمنوبة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملبسات الحادثة وأشارت إلى أنه تم التفطن إلى عملية الخلع عشيت يوم السبت وإلى أنه تم أعلن مركز الأمن الوطني بمنوبة والنياب العمومية مؤكدة أن الأخيرة أذنت بإجراء المعينات الفنية ورفع البصمات بعد المعين الأولية لأثار الخلع ببيب المقر المغلق منذ أفريل من عام الماضي وذلك في انتظار ما ستصفر عنه الأبحاث وكشف المسؤولين عن الحادثة وأضفت أنه تم الاستماع إلى مسوغ المقر الأصلي وأن الأخير أكد أنه ما زال على ذمة المتسوغ وهو حركة النهضة وأنه ظل مغلقا منذ عام تقريبا إلى تاريخ حصوله للحادثة ما تنسوشي ليكش ديركتا في الجرس وبي باي ترجمة نانسي قنقر